بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلابي والطالبات معكم المعلمة عمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية المتوسطة الصف الدراسي ثالث متوسط الفصل الدراسي الثالث المادة الدراسات الاجتماعية عنوان درسنا لهذا اليوم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة المجال المستهدف المعرفي المجال المساند المهارات الاجتماعية الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على قصة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة أسباب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وثالثا أن يذكر الطالب والطالبة موقف المسلمين في المدينة المنورة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعليمات درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة إذن تعليمات درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة طيب طلابي لدينا الآن ماذا يوجد خلف هذا الستار لدينا سؤال يقول من هو رسول الله إلى الإنس والجن في الإسلام من هو أرسل ليعيدهم إلى توحيد الله وعبادته من هو إذن أرسل ليعيدهم إلى توحيد الله وعبادته من هو خاتم الأنبياء والرسل من هو؟ هو ها طلابي من هو خاتم الأنبياء والرسل اللي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذن خاتم الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم اسمه هو النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إذن اسمه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إذن طلابي بدأينا الآن هذا التمرين من هو خاتم الأنبياء والرسل الإجابة الصحيحة سوف نشير إليها بالنجمة هل هو محمد صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم عليه السلام ها طلابي ماذا ذكرت الآن من خاتم الأنبياء والرسل أحسنتم اللي هو لدينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل طيب طلابي لدينا الآن السؤال الثاني يقول من هو نبيك؟ من هو نبينا؟ هل هو محمد صلى الله عليه وسلم أو يوسف عليه السلام؟ ها طلابي من هو نبيك؟ الإجابة الصحيحة نشير إليها بالنجمة اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم إذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طيب طلابي تعرفنا سابقا اللي هو على قصة ماذا؟ قصة ماذا؟ نراها هنا مع المعلمة قصة ماذا؟ قصة نزول الوحي ذكرنا أنه ها أنزل أين؟ في غار حراء اللي هو في مكة المكرمة في غار حراء أنزل مع مين؟ اللي هو جبريل عليه السلام إذن تعرفنا سابقا طلابي وطالباتي على قصة نزول الوحي ذكرنا أنه أنزل أين؟ في مكة المكرمة في غار حراء مع مين؟ اللي هو جبريل عليه السلام طيب طلابي ذكرنا سابقا ما هو الوحي هو الخبر من الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا سابقا اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من غار حراء في جبل النور مكانا يتعبد فيه وعندما بلغ الأربعين من عمره نزل عليه ماذا؟ نزل عليه الوحي وهو في الغار في شهر ذكرناها سابقا شهر رمضان إذن عندما بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأربعين من عمره نزل عليه ماذا؟ نزل عليه الوحي وهو في الغار في شهر رمضان قال له جبريل ذكرنا جبريل هو الملك الذي أرسل الله معه ماذا؟ الوحي إذن قال له جبريل ماذا؟ كانت أول كلمة كانت اقرأ أحسنتم إذن قال له جبريل ماذا؟ اقرأ فردد الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ ثلاث مرات إذن هنا قال له جبريل ماذا؟ اقرأ كانت أول كلمة فردد الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ ثلاث مرات فقال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذن ماذا قال له جبريل؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى بيته وهو ماذا؟ كان يرتجف فزعا إذن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وكان ماذا؟ يرتجف فزعا طيب طلابي بعد أن رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيته ماذا حدث؟ ها نرى الآن طيب طلابي ذكرنا في قصتنا جبريل من هو جبريل؟ ها جبريل اللي هو أحد الملائكة المقربين لله وهو الموكل بتنزيل ماذا؟ الوحي إلى الأنبياء فهو أمين الوحي طيب طلابي بعد أن عاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى بيته من كان في البيت؟ اللي هي زوجته خديجة طيب دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على زوجته خديجة قائلا ماذا؟ قائلا زملوني زملوني أي غطوني فهدأت من روعه حتى ذهب عنه الفزع فقص على خديجة رضي الله عنها ما حدث وأبدى خشيته من ذلك فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا وعندها وعندها انطلقت به خديجة إلى من؟ إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فأخبره بما حدث فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى من هو الناموس؟ اللي هو جبريل عليه السلام اللي هو أمين الوحي طيب طلابي بعد نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأت رحلته اللي هو بالتبليغ تبليغ ماذا؟ اللي هو الوحي الذي أرسله الله الذي أرسله له الله سبحانه وتعالى بدأ بأقرب الناس إليه أسلمت أولا زوجته من؟ خديجة أحسنتم وذكرنا سابقا وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعدد قليل ثم أمره الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالدعوة جهرا إذن بدأ بالدعوة ماذا؟ سرا بدأها بالأقربين إليه ثم بدأها جهرا ودعا من؟ دعا قريش وأهل مكة إلى عبادة الله فلم يستجيبوا له وعادوه ورفضوا دعوته صلى الله عليه وسلم وأيده الله بإسلام حمزة ابن عبد المطلب وعمر بن خطاب إذن ماذا كان موقف قريش عندما دعا جهرا؟ ها؟ عادوه ورفضوا دعوته صلى الله عليه وسلم عندها ماذا فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هاجر إلى أين؟ إلى المدينة المنورة إذن ازداد أذى كفار قريش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على قتله فغادر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة مع صاحبه اللي هو أبي بكر الصدق إلى أين؟ إلى المدينة المنورة بعد أن أذن له الله سبحانه وتعالى بذلك ليبدأ في إنشاء ماذا؟ اللي هي دولة الإسلام في هذا المجتمع اللي هو أين؟ في المدينة المنورة في هذا المجتمع الجديد الذي ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدق إذن لماذا هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ لأن كفار قريش عادوا وحاولوا ماذا؟ وحاولوا قتله إذن سافر مع مين؟ اللي هو صاحبه مين؟ أبو بكر الصديق إلى المدينة المنورة طيب طلابي من خلال قصتنا عن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لدينا الآن هذا التمرين يقول أرسم دائرة حول أسباب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لدينا الخيارات قلت وجود الطعام في مكة هل ذكرتها؟ طيب الإجابة الثانية تقول ازدياد أذى المشركين للمسلمين ها؟ هذا الإجابة صحيحة؟ أحسنتم إجابة صحيحة إذا نضع حولها ماذا؟ نضع اللي هو دائرة على الإجابة الصحيحة طيب الإجابة الثالثة تقول الإتفاق على قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أسباب هجرة إلى المدينة ها؟ تشوفون هذه الإجابة صحيحة؟ هل ذكرتها؟ أحسنتم إجابة صحيحة إذا نضع عليها أيضا دائرة طيب طلابي لدينا الآن اللي هو صفحة الثلاثة وسبعين لدينا هذا السؤال يقول ضع الكلمة المناسبة في الفراء لتكتمل العبارة هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه من ذكرت؟ أبو بكر أو عمر؟ ها طلابي أحسنتم اللي هو أبو بكر الصديق إذن هاجر مع من؟ اللي هو مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة طيب من مكة المكرمة إلى أين؟ ها إلى المدينة المنورة ولا إلى الرياض؟ ها طلابي أين الإجابة الصحيحة؟ هاجر من أين؟ من مكة المكرمة إلى أحسنتم المدينة المنورة لدينا هنا الإجابة الصحيحة إذن هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحب أبو بكر الصديق من مكة المكرمة إلى أين؟ إلى المدينة المنورة طيب طلابي لدينا هنا نشاط ثلاثة يقول اذكر أسباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ها نذكرها مع المعلمة كان اللي هو محاولة قريش قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا ازداد أذى قريش على المسلمين وعلى من؟ اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم طلابي وطالباتي انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم توصياتنا لأولياء الأمور التركيز على رفع مستوى الدافعية كما علينا خلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواع المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا انتهى درسنا لهذا اليوم أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة